فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى أن تضعه في صفط أو في تابوت هذا تابوت مصنوح بشكل معين يوضع فيه القار ويرتب ويضبط وإذا خافت عليه ترميه في اليم في الأقرب من المقصود هنا نهر النيل وهو قريب من قصور الفراع وقريب أيضا من بيت موسى ووالديه لأنهم كانوا في الخدمة حتى ورد أن والد موسى كان حارسا في قصر الفلعون ولذلك لم يكن غريب أن القصة ذي وقعت على مقربة منه أم موسى عليه السلام ذكر الله تعالى قصتها في موضعين الموضع الأول في سورة القصص قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم الإلقاء هنا أن يوضع بهدوه لكن في سورة أخرى في سورة طاها الله سبحانه وتعالى قال إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت ما قال ألقيه اقذ فيه لماذا؟ لأن الله هنا يحكي القصة التي جرت فورا يعني موسى جلس ثلاثة شهور عند أمه ترضعه هنا الله تعالى أوحى إليها خلال هذه الفترة أنه أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم هذه معلومة قديمة عند أم موسى من أول الولادة والمقصود هنا يعني الوحي قد يكون بملك وقد يكون بإلهام وقد يكون برؤية والأخرة ابن ملك يعني أخبرها بذلك لكن لم تكن نبيا كما يقول ابن حزم لا وإنما أخبرها الملك فقط بخصوص هذا الموضوع أما قصة سورة طاها لما قال أن اقذ فيه في التابوت هذا وحي مباشر في تلك اللحظة التي هاجم رسل فرعون على البيت من أجل التقاط موسى فكان الأمر مستعجل ولذلك يعني بسرعة ارميه ارميه قبل ما يمسكونه يعني ارميه في اليم أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم نفذي الشيء الذي تعودته أن تعملينه خلال الأشهر الثلاثة هذه فليلقه اليم بالساحل أيضا مثل ما أم موسى مأمورة البحر نفسه مأمور النهر مأمور فليلقه اليم بالساحل تخيل أم موسى لما رمت جنينها يعني شيء يعني محزن حتى أنه يعني لما رمت التابوت وفيه جنينها وشافت الموج يرفع مرة ويرميه مرة أخرى يعني صاحت ولكن لم يكن أمامها خيار وهي أيضا مؤمنة بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال ربنا سبحانه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فارغ ما في شيء إلا ذكر موسى نسيت كل شيء إلا القصة لي لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين سبحان الله إن كادت لتبدي به يعني من شدة الألم والمعاناة والفقد كادت أم موسى تصرخ وتقول ابني مثلا ويسمعها الناس لكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها فلم تبدي به موسى لم تذكر اسمه ولم تتكلم عنه من أجل يعني وعد الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن وعد الله حق فهي مؤمنة ولتكون من المؤمنين تألمت وما تدري وين المولود لكنها مؤمنة بالخالق سبحانه وقالت لأخته قصي أخت هذه اسمها مريم وعلى هالكلام طبعا هي يعني مريم أكبر من موسى أكبر من هارون ويمكن عمرها حدود تسع سنوات فاسمها إذن مريم ابنة عمران مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام سميت عليها لأنهم يسمون بأسماء الصالحين من بعدهم يعني يكون الاسم يمر في كل جيل تأسيا بالسابقين ورجاء أنه الجديد اللي سمي عمران يكون مثل عمران الأول والبنت اللي سميت مريم تكون مثل مريم الأولى فقالت الأم لأخته اللي هي مريم أو مريم قصي ابحث عنه بنطف يعني عمره تسع سنوات فتاة إسرائيلية مدربة لأن من إسرائيل كانوا يعيشون كابت وظلم ولذلك عندهم خبرة وتلطف وحسن تأتي للأشياء فهي مرة من عند القصر طبيعي لأنه بيوتهم قريبة يعني فمرة من عند القصر فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون يعني شايف المولود الصغير لكن لا تتظاهر بأنها مهتمة أو تبحث لألا يلتفت لذلك وهم لا يشعرون لا يعرفون شيئا فهنا وجدت فرصة أنها تدخل تمر مرور الكرام هكذا وجدت أنهم يتساءلون عن الموضوع أتتها الفرصة الذين وجدوا أو بصروا بهذا الطفل الرضيع هي امرأة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم والأقرب أنها آسيوية ويقال أنها أيضا من بقايا الهكسوس المقصود أنها يعني لما رأت هذا الصفط استدعت أو جاءت به البنات لها وكانوا يعني يسبحون في النهر ما الذي في وسطه يعني هل في وسطه حلي أو ذهب أو شيء لا وجدت غلام طفل صغير رضيع بمجرد ما كشفت وجهه للتابوت وشافت هالقمر لم يكن موسى جميلا جمال وإنما كان مثل سائر بني إسرائيل ربما يكون لونه أسمر أو آدم يعني يميل يشبه لون الأرض ملامحه عادية لكن في سر في سر غريب وعد ذلك الله تعالى قال وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلْيْتُصْنِعَ عَلَيْنِي بمجرد ما رأته أحبت أحبت الملاحة الموجودة فيه وطبعاً في فرق بين الجمال المحضو بين الملاحة أحبت ملابحها أحبت شكلها أحبت عينيه ربما كان يبتسم كما في بعض الروايات أيضاً وهو في هذا الثلاثة شهور أربعة شهور مثلاً المقصود أنه دخل قلبها وأحبت وقررت أن تتبنى أن يكون عندها في القصر وهكذا كانت القصة الأولى البداية الأولى لنجاة موسى عليه السلام